اشتركوا في القناة التعدد المنضبط بشروط الشرع من الامور التي لا بد من العناية بها والحس عليها والدعوة اليها لا فيما ان بنات المسلمين الان يتسكعن في البيوت بعض البيوت فيها عدد من البنات انا اعرف بيتا فيه تسع نسوة لم يتزوجنا منهن من قاربت الخمسين وفيهن خير كثير والبيوت مليئة بالعوانس ونحن قد اثرت فينا المبادئ الغربية والتمثليات المارقة اثرت في نفوس نسائنا وفي نفوس الرجال ايضا اذكر ان شخصا ما لما اخبرته بزواجي الثاني قبل سنين وكان مسؤولا في ادارة ما ضرب بيده الطاولة التي كان عليها حتى هز المبنى قال تأخذ ثانية والله حرام عليك فاصدر حكما طاغوتيا من نفسه ان هذا العمل محرم وكما يقول احد الدعاة حرمنا او منعنا تعدد الزوجات وابحنا تعدد الازواج نعم باتخاذ ماذا الصديقات الان في بعض البلاد الاسلامية يقلدون الغرب يقلدون الغرب باتخاذ الصديقات وهو يحرم على نفسه ان يتزوج باخرى وزوجته تمنعه لانه كالخروف امامها ف يعني انا اقول اذا التزم المسلم بضوابط الشرع فيجب ان نجتهد في دفع هذه الامور الى الامام وان نحف الشباب على الزواج اذكر ان شيخنا الشيخ ابن باذ رحمه الله تعالى اول ما يسأل طلبة العلم يقول كم عندك من زوجة فاذا قال ما عندي الا واحدة قال لا لا ينبغي لك عدد اذا وجدت في نفسك الالتزام بالشرط الشرعية والله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فبدأ بالمثنى عرفت بدا بالاثنتين فالاولى هو التعدد وفيه ما يلي اولا فيه العفة لك ولمن تتزوجها وفيه حفظ دينك بان لا تتطلع الى الغير وفيه اعفاف للمسلمات الحرائر الموجودات في البيوت وفيه احياء للسنن وفيه رد على على المستغربين والمتفرنجين والمتغربين والملحدين المحرمين لما حل الله بسبب تبعيتهم وتعلقهم بأذيال الغرب وبسبب تقليدهم الاعمى للكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم في بعض البلاد الاسلامية في قانونهم منصوص على تحريم التعدد لانهم موسخوا والعياذ بالله بينما يبيحون اتخاذ الصديقات والخدينات والاخدان هذه في بلاد اسلامية ولن اسمي اعرف كذا بلد اسلامي يباح فيها اتخاذ الصديقات لو تزوجت باخرى عاقبوك والزموك بالطلاق ولو مشيت مع داعرة لما كلموك والعياذ بالله فاعتبروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة فاتقوا فاتقوا الله سبحانه وتعالى واكثروا هذا الحاجز وابعد وابعد وسائل الدعوة الى الله فقد اعظم السرية على الله وعلى رسوله وقد ادخل في دين الله ما ليس منه وقد ابتدع في دين الله عز وجل الكذب من دين الله من وسائل الدعوة تقمص الشخصيات من وسائل الدعوة من اين لكم هذا يا عباد الله يا مسلمون اتقوا الله واعرفوا دينكم الصحيح التمثيليات حتى لو سموها تمثيلات اسلامية فيها ستة محاذير او اكثر المحذور الاول انها كذب والكذب محرم والمحذور الثاني انها وسيلة بدعية لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح والمحذور الثاني الثالث انها تقمص لشخصيات فربما جعل نفسهم رأة او هي تجعل نفسها رجل ولعن الله وقد لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء والعكس والمحذور الرابع انهم قد تقمصون شخصيات اسلامية من الصحابة والتابعين وهم من اسوأ خلق الله قد يكونوا من الداعرين والداعرات هذه تمثل عائشة وهذه تمثل المسيبة بنت كعب وهذه تمثل احد من المؤمنين واخر يمثل ابا بكر صديق او عمر او عثمان واخر يجعل نفسه طاغوتا فيمثل فرعون يتكلم على انه فرعون وعلى انه ابو جهل لا حول ولا قوة الا بالله المحذور المحذور السال الخامس انها مما تشبهنا فيه بالكفار فهي من طبع الكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم والمحذور السادس انها تزهد في العلم علم الشريعة الذي يستعد به المرء ليدعو الى الله فيتخذ هذا بديلا عن العلم المؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب حكم التمثيل للشيخ بكر ابو زيد يرحمه الله الى درس الغد استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشتركوا في القناة